السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيوزكم طريقة سهلة 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 وانا غادي نعطيكم ليزا ستشيس اللي غادي نجح معكم 100% كيف ما كتشوفوا عندي هنا يا خمسة يطرون ديال الحليب انا يدرس حليب ديال البقرة يعني ممكن تديروا اي حليب متوفر عندكم وخشرينه غير من السوق خديس من ذا خمسة يطرون ديال الحليب واحد شوية ديال الحليب اللي غادي ندر فيه هاد شعر ديال القوق هاد شعر ديال القوق البنات اللي هو كناخدوه من الخارشوف من اللي كيننوض كيخرف كينوض واحد القوقة الليك القوقة كينوض فيها واحد الشعر موف هادك الشعر كن نحيدو كان حسافضو به من اللي كنبغيو نصاوبو الريب اللي صحي 100% كنصاوبو به وهو باش غادين صاوب الكمون باغ يعني حسلي ماكينش البادية ارغادي يوصي عليه كيف ماكتشوفو بعدما طحنت هاد الشعر بعدما طحنت الشعر ديال القو افضل الاحليب اضحان الشرط اضحان الشرط اضحان الشرط كنحركو غير بشوية أنا غير مسرع الفيديو وكنقيسو بصبعنا كيخصتكون درجة حرارة الجسم ما خصوش يكون صخون بسفة نهائية بحيلا كنشعلو لي غير واحد خمسة دقايق في حلقة هما يرا كيديرولي عندهم آلات باش كي عبروا درجة الحرارة كيخصتكون خمسة وثلاثين حتى السبعة وثلاثين ما كيخصاش تفوتها من بعد طفيت لي غطيتو خليتو واحد ساعة تل ساعتين كيما قانا كيف مشتو هوراب درت لسكين بحال هكا ياد الموس وكنقطع فيه بحالكا وغادي ندير واحد الفوي ونره طافية البوطة مش علاش كنحرك وكاية شوية بشوية ماشي بالزربة غير بشوية كنحرك كيف قلت لكم أنا ره غير مسرع الفيديو شوية كنحرك بشوية حتى كيتخلط ليا مزيان كنعاود نشعل ليه البوطة كنعاود نخليه عدتاني غير يدفى ليه واحد شوية غير يدفى وكنعاود نطفى ليه البوطة وكنبقى نحرك في حالكاية شوية بشوية من بعد غادي نغطي عليه وغادي نخليه باش يتعزل ليه الماء الفوق وهدك جبن لسحت اللي هو على شكل ريب كيف ما كتشوفوها ورادة بتتعزل ليه هادا كل سحت والماء بقى الفوق خديت هنا يا هاد ممكن تديروا صبيرة بحال هكا وتقبوها اولا تديروا سليلات في حال هكاية اولا طويصات بالنسبة اللي بغاها كبيرة غيدير شبكة كبيرة واللي بغاهم غير صغير وغير نراك يدير غير في حال هادو ديال الريب اللي كنشيرو فيهم الريب وكتقبوهم غير من الجناب وكتستعملوهم غادي نصفي هاد الماء كيف ما كتشوفوها هو داك الجبن اولا داك الريب كيبا اللي كوملسحت اللي هو في خوماج اللي غايعطينا داك الكامون بير كنحيدو الماء هاد الماء البنس انا راه ما كنرميش كنخليه كنستعمل به الكريب كنستعمل به البانكيك كنستعمل به السوس بشامل يعني عندو عيدات بزارة الحويجات اللي كنستعملهم به لحقاش كيف ما كتشوفوها داك الماء الصحي اللي هو غير بدك الشهار ديال القوق صافي كان بدان نهز داك الجبن اللي بقالية لسحت من بعد ما حييت الماء وكان بدان حطهم في هاد طويسات هادو وما كان بركش عليهم بيدية كنخلي غير كنحط ورا غادي تصفاو بوحدهم غريب من ديك الجني باس كيف ما كتشوفوه غادي بدي خرج منهم الماء ما تبركوش عليه بيد ديكم لحقاش واحد مرة انا يا درس هاد طريقة وبركتش ويا بيدية ما جانيش كامون بغزوين كيف بغيت يعني كان خليهو في حالكايا خليتو انا يا واحد ثلاثة سواع عربعة سواع ستسقطرو وقلبتهم بينماش الدولياني تلافوهم ديال ديك الطويسات كيف ما كتشوفوك يكون عالي من بعد ما كي يتصفا كينزل ديك الجبني يعني كيولي غير نص ديال التاسا بعد ما كان عامر سافي من بعد كان حيدهم كان نكون نديرها واحد طبيصيل وكان حط هاد كيف ما تشوفو هاد الحصيرة هاد باش كان صوبوا السوشي دروري كان نديروها اولا كان ديرو غير عويدة ديال العويدة ديال القطبان باش كان شويو اولا القطيباس ديال الحديد من الاحسن في صراحة العود سافي كان نخد الملحة كندير ليهم شوية ديال الملحة في حال قول ده به هاد الكيمية انا درس فيها ديك الجوج معالق في حلقة كبار ما عامرين شو بزاف ديال الملحة وغادي نديهم نغطع لهم بواحد زويف وغا نحطهم بواحد بلاسة اللي في هاد ليلة غادي نخليهم احسن اليوم الغد اليوم الغد كيف ما كتشوفو راه هنا يبلحق هاد الصورة بعد ما داز واحد تلتيام حيث اليوم الغد كتلقاهم باقين هماما كان عودو ناخدوهم اليوم الغد كان حييد ديك الحصيرة كان لقا الماء في التبصيل ضروري ديك نهار او ليومين كتحيدوه كتلقاو هاد الماء في التبصيل كتحيدوه كتقطروه وممكن قاعد تمسحو التبصيل وكتعاودو ترجعو الحصيرة هاد العملية كنديرها ديك مدة ديال خمسيام مدة ديال خمسيام وانا حاضيها في حلقة الى خاصة مليحة كنعاود نزيد فيها واحد شوية الملحة كيف ما كوريتكم ملحة قليلة غير واحد شوية من بعد ما كتدوز ديك خمسيام صافي كنحيدو من هاد التبصيل هذا صافي كنحولو الواحد صوبيرا اللي كتكون كبيرا اللي غادي سهزليا ديك الشبيكة اللي فيها الكامونبير ديالي كيف ما كتشوفو كنحطو بشبيكة ديالو حسن اليوم الغد دوز نهار او ليومين كنحيد ديك شبيكة كنحيد ديك شبيكة كنخوي ديك الماء ها كيف ما شفتو اللي كتكون ليا في في السوبيرا كان نحاول الى باقي ما كيديرش لي ديك القشرة البيضاء كان حاول نزيد واحد الكيمية قليلة قليلة بززاف ديال ديال الملحة حي ديك الملحة يلي كتخرج لي منه ديك الماء وضروري كنكون دير هاد طويسة هدي اللي فيها شوية الماء الجهد لي ما يتخوش لي الماء على الكامونبير ديالي هاد الماء الدور ديالو كيشرب ديك الرطوبة اللي كتكون في في الكامونبير كيف ما شفتو هاي دا ببدا تكتدير لي هاد القشرة يعني هاد العملية بحالك نخليها تقريبا واحد عشر ايام في حال هكا هاد شي ما غاديش يخلعكم ممكن تديرو غير موس وكتحيدوه المهم هي هاد القشرة هنا فينا غاديش عارفو باللي الكامونبير ديالكم راه ناجح من اللي غاديتقدير هاد القشرة يعني منورها بواحد يومين تلسيام راه صافيك كافي من اللي كنحيدها من السوبارة كندير لها ببي أليمينيوم كنشد الكامونبير ديالي كنديرو في الببي أليمينيوم وكنحطوه في تلاجة يعني مدة ديلواحد يومين في حال هكا تلسيام كنطلع ليه كنلقاه كله ديار ليه هاد البيوضة هادي هاد القشرة هادي كيف ما كتشوفو يعني الكامونباغ ديالي ها هو وجد يعني في حالة قول كي ياخد معانا واحد المدة ديال عشرين يوم في حالة كايا باش كيوجد لنا الكامونباغ ممكن يدي لكم حتى شهر كيف ما كتشوفو كيفاش كيجي من الداخل رائع كيجي غزال من بعد ما درسوا في ميكورون دوبتو باش نوريكم كيفاش كيجي غزال غزال البناس وناجح يعني غير جربوه واحد حاجة اللي هي مصاوبينها في الدار ما ديرينش فيها ما فيها لما واضحها في دلوالو حتى لما نجحش معكم مرة واحدة في الثاني را غادي ينجح وانا متأكدة ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفة وتطبقوها وتشاركوها معايا في الانستغرام ديالي اللي هو ساعدة فلوغ اوفيسيال وبنسبة اللي بناتك يقولوا لي يغبرت علينا لاني وليس كان حط وصفات سريعة وساهل وزوينة في الانستغرام ديالي دخلوا عندها البناس خلسكن في امان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله سعر